أخدم ده الناس بتخزن وبدأتوني كأنك كنت موجود معنا الصبح صحيح إيه بقى اللي هيحصل إحنا الحقيقة اتفقنا حيكون هناك قرار وزاري لتقنين المخازن فيه اشتراطات لهذه المخازن وحندي فترة انتقالية للناس إنها يتوفق أوضاعها فيما يتعلق بهذه المخازن حاجات اللي هي الهيجين الجزء اللي يتعلق بالنحية الصحية الأمن الصناعي وخلافه وبالتالي الناس اللي هي بتخزن بقى في شوية مخازن دي الحقيقة حيتصادر بضاعتها ويتصادر المخزن ويقول إلى الدولة ليه؟ ما ينفعش إن المخازن إن هي تشتغل كده بشكل عشوائي لازم كل مخزن يبقى له رخصة طبعا وله اشتراطات مش كده فبالتالي يعني حتسمع قريب بإذن الله على هذا القرار إن كافة المخازن على مستوى الجمهورية يكون لها اشتراطات تتعلق به النواحي الصحية والأمن الصناعي وعشان ما نظلمش أصحاب المخازن أو التجار هنديهم فترة انتقالية أو فترة سماح لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بهذه المخازن ومن لم يفعل ومن لن يفعل فستكون الدولة له بالمرصد حتصادر هذه البضاعة وأنا عايز أقول إن الدولة الحقيقة بيبقى لها أدوات قوية جدا في التعامل مع يعني من يسيء إلى أقوات الشعب المصري يعني ما تبص على مباحث تموين والتجارة الداخلية تبص على جهاز حماية المستهلك حجم الأضايا الحقيقة والكيسز اللي تمت خلال الفترة السابقة يعني كنا بنصل في اليوم إلى ألف وشوية وخلي بالك أضايا التموين والتموين مش الغذاء فقط يعني زي ما كنا بنتكلم كل حاجة من السيارات أي شيء بيتم التجارة في داخل قدود الدولة أي سلعة بيتم المتاجرة فيها دي تحت ولاية وزارة التموين والتجارة الداخلية فكنا بنصل إلى كيسز بالألوف في اليوم الواحد وفي نفس الوقت دي بتبقى أضايا أمن دولة عليا يعني مش أي قضية اللي بيحبس البضاعة أو بيخزن البضاعة مش كده أو اللي بيعطش السوق أيوة مش كده ده الكلام اللي بيقال مش كده طبعا أنت ما تقدرش تصل إلى نسبة 100% أكيد استحالة يعني لم يكن في يوم على الكرة العرضية إن أي أجهزة رقابة أو تفتيش بتقدر بتحكم السيطرة 100% بالضبط إن هي بعندها كفاءة في السيطرة على السوق بالنسبة 200% ترجمة نانسي قنقر